في قلبه غصاه وفي محفظته صورة هذا ببساطة هو شعور الحجثاب السعيد الذي فقد نجله بلغم زرعته ميليشيا الحوثي نحن فقدنا ولد صحيح كان صالح كل ما كنا نتصل فيه بو كان عمل عملنا كبير فيه نحن بيكون كذا وكذا بس ما بش فعيدة ربك أخذ بعد كذا خلاص ما ينقضيش نتكلم عنه والدة عبد الرحمن ما تزال هكذا طيلة الشهرين على حالها حيث يخيم الحزن والدموع عليها منذ فاجعة إعلان مقتله هنا في منطقة الجوازع غربي مديرية القبيطة بمحافظة لحج كان بيه الوحيد بين حاله كله مخاطر كان يشوفني دائما كان يدخل يخرجي ما ينامن لقد بأساني من تطلق النموز الآن سيبني وحدي ورمي حتى ولو معي أولادي ومعي يشد العبد الرحمن هذا هو المكان الذي استشهد فيه الشاب العشريني عبد الرحمن ثابت وبينما كان عائدا إلى منزله لم يدرك الشاب العشريني أن خطاه تقودانه نحو آلة الموت المخفية تحت هذا التراب قبل أن تغيبه شضايا لغم فردي من مخلفات الميليشيات انتهت حياة الشاب المغدور إلى هنا حيث يعتاد شقيقه الأصغر على زيارة المكان بين فترة وأخرى في مسعى لتخفيف حالة الفقد التي يعيشها بعد رحيل شقيقه الأكبر والذي لم يتمكن من حضور جنازته مثلت حادثة استشهاد الشاب عبد الرحمن ثابت الحادثة الأكثر بشاعة من بين حوادث القتل اليومي خلال فترات سيطرة الميليشيات على الجهة الشرقية للمنطقة حادثة لم تبقي منه سوى جزء من ملابسه التي كان يرتديها لحظة سقوطه في الفاجعة التي لم تكن لتحدث لولا أياد الإنقلاب التي امتدت إلى هذه الأرض البعيدة عن معقل الميليشيات الإنقلابية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر